أهلا بحضرتكم من جديد الجولة الأفريقية لسياة رئيس عبدالفتاح السيسي في أنجولا وزامبيا وموزنبيق بتعكس الحضور المصري كدولة قائدة ورائدة في محيطها الإقليمي خاصة أن سياسة مصر الخارجية بتقوم بدور فاعل في مختلف أليات العمل الأفريقي المشترك وتنشيط التعاون ما بين مصر والأشقاء الأفريقية في كل المجالات بالفعل دور المصري مع أفريقيا دور مهم جدا شفناه خلال محطات طويلة وكثيرة جدا خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الزيارة عن الملفات والقضايا المطروحة على أجندة جول السيادة الرئيس الأفريقي ماذا تعني الزيارة الخاصة بقمة الكوميسة؟ ماذا تعني الزيارة لعقتلة دول أفريقية في وقت ربما العالم كله أنظره بتتجه إلى القرى الأفريقية باعتبرها قارة الموارد وقارة العناصر الأساسية في الصناعة رحموا معنا بضيفنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ جامال رائف ستكلم معنا عن كل هذه المحاور صباح الخير يا سيد جامال صباح الخير يا فندم على حضراتكم وصباح الخير على كل سيدة مشاهدين نورنا دايما يا فندم يعني عايزين نتكلم في البداية عن أهمية زيارة سيادة الرئيس إلى دول جنوب القرى الأفريقية وكمان هل الزيارة بتأتي في إطار خلينا نقول التعاون أو اهتمامه بتعزيز التعاون ما بين مصر والأشقاء الأفريقية؟ بالتأكيد يمكن العلاقات المصرية الأفريقية بالتحديد بعد ثورة 30 يونيو شهدت انطلاق جديد ويمكن ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى الحضن الأفريقي مجددا ودبلوماسيار أسية في الحقيقة بعد عام 2014 لعبت دور مهم للغاية من خلال هذه الجوالات لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية هذه ليست الجولة الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القرى الأفريقية بل نحن نتحدث عن عدد من الجوالات في عام 2016 و2017 و2019 وأيضا جولة الآن هي تاريخية بكل ما تحمله هذه الكلمة لأنها لنقطة جغرافية في القرى الأفريقية لم يزورها رئيس مصر من قبل بمناسبة هذه ليست الدول الأفريقية فقط التي لم يزورها رئيس مصر من قبل ولكن السيد الرئيس أيضا زار دول أفريقية أخرى لم يزورها أي من الرؤساء المصريين من قبل زي جيبوتي زي غينيا زي جنوب السودان وغيرها من الدول وبالتالي في الحقيقة نحن الآن بنشهد طفرة كبيرة جدا ونقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية الأفريقية انعكس على وجود تفاهمات في العلاقات السياسية ما بين القاهرة ومختلف العواصم الأفريقية وأيضا انعكس على جودة العلاقات الاقتصادية ما بين القاهرة أيضا ومختلف الدول الأفريقية وبالتالي نحن نتحدث هنا عن علاقات مصرية أفريقية أصبحت الآن أكثر من رائعة بعد أن عادت أفريقيا كدائرة اهتمام أولى للسياسة الخارجية المصرية بعد عام 2014 وده في الحقيقة جاء في التوقيت المناسب زي ما حركت الآن بنتحدث هناك متغيرات دولية هناك يعني تغير في شكل حتى النظام الدولي يعني جميع الخبراء والباحثين يتحدثون أن نحن بساطة عالم جديد الآن نتحدث عن أهمية القرار الأفريقي نتحدث عن أهمية التكامل الأفريقي الأفريقي فماذا إذا كنا نتحدث عن هذه الشعارات الآن ولم نكن نقطو أو خطونا منذ عام 2014 هذه الخطوات إذن نحن عملنا في الدولة مصرية بخطوات استباقية واستشرافية إدراكا مننا بأهمية العمل الأفريقي حتى قبل أن يتغير العالم الآن وتبرز أهمية الشركات الأفريقية الأفريقية وبالتالي هذه الجولة في الحقيقة استكمال لمصار الجولة المصرية بالضبط وبتدعم العمل الأفريقي والجنوب الأفريقي في الحقيقة خاصة أنجولا وموزنبيق وزامبيا لديهم ثروات طبعية كبيرة جدا ودائما بنقول أن القرار الأفريقية في الحقيقة هي أغنى قارة تحت الأرض لأن لديها من الموارد والثروات كبيرة جدا علينا أن نخرج هذه الثروات التي هي تحت الأرض إلى فوق الأرض حتى نستغلها ونستطيع أن ننتقل بالاقتصاد الأفريقي إلى مرحلة جديدة صحيح الرئيس السيسي يعتبر أول رئيس مصري يزور أنجولا زيارة ربما بتعد تاريخية زيارة بتعد لها طابع خاص بغض النظر عن قصة قمة الكوميسا والملفات الأخرى ماذا يريد الرئيس السيسي من أنجولا في البداية وماذا تريد الدولة المصرية من تفعيل بعض الملفات في أنجولا طبعا علاقات من مصر وأنجولا علاقات تاريخية والدولة المصرية سندت أنجولا في مراحل التحرر والاستقلال وهذا دور تاريخي مهم جدا الآن الدولة المصرية بتبني على هذا العمق التاريخي للانتقال بهذه العلاقات أيضا لأفاق أرحب نعم هناك الآن تطور في العلاقات الاقتصادية نتكلم على أكثر من 14% زيادة في التبادل التجاري ولكن حتى الآن لم ترتقي هذه العلاقات الاقتصادية لما نأمل ولما نطمح لأن هناك إرث تاريخي جيد جدا وبيتلي علينا أن نستغل هذه العلاقات المستقرة والجيدة على مدار التاريخ للانتقال بهذه العلاقات إلى أفاق أرحب مجالات الزراعة والري المياه وأيضا الصرف الصحي البنية التحتية والإسكان كلها مجالات أنجولة بتسعى لي التعاون مع الدولة المصرية فيها وبالفعل تصبح بعد السد المصر اللي بنتم مصر في تنزانيا بالتأكيد سد جوليس نيريري في تنزانيا تجربة مصرية عظيمة في أفريقيا بالضبط وأصبح نموذج لفكرة الشراكة التنموية وهنا بتحضر فكرة الدبلوماسية التنموية التي أصبحت الدولة المصرية بتنتهجها في أفريقيا فكرة أن الدولة المصرية أصبحت مش بس بتعتمد على الدبلوماسية التقليدية أو أدوات الدبلوماسية التقليدية ولكنها أيضا ابتكرت ما يمكن أن نسميه بيئة الدبلوماسية التنموية عشان كده في وكالة الشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية هناك دفع بشركات المصرية أو يعني دعم لشركات المصرية للذهاب إلى دول أفريقية والاستثمار فيها وشوفنا ده من خلال حديث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس في أنجولا ودعمه لشركات المصرية للعمل والاستثمار والتنمية في الدول الأفريقية وأيضا الرئيس الأنجولي دعا الشركات المصرية للقدوم لأنجولا والاستثمار إذن هناك ما يمكن أن نسميه دبلوماسية التنمية التي دعمت التواجد المصري كشريك تنموي مهم جدا لأن هذه هي الحاجة الأفريقية في الحقيقة القرى الأفريقية تحتاج إلى التنمية كأولوية مرحلة لأننا نتحدث عن التنمية يتبعها كل شيء التنمية يتبعها منظومة صحية يتبعها منظومة تعليمية يتبعها طرق ويتبعها مواصلات يتبعها نهضة اقتصادية وبالتالي مصر تساهم في هذه التنمية من خلال نقل الخبرات ومن خلال الشركات المصرية العاملة في هذا المجال ومن خلال الأدوات الرسمية زي وكالة التشاركة من أجل التنمية وأيضا من خلال رؤية سياسية وإرادة سياسية الآن من خلال القيادة السياسية المصرية يعني حينما تتوفر الإرادة السياسية تتوفر كل العوامل الأخرى عشان كده بنجد حرص الدولة المصرية من خلال السيد الرئيس على إيجاد هذه الجوالات والانتقال بالمسارات العمل التقليدية إلى مسارات عمل لديها أفاق أرحب في التعامل سواء فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي الشركات مش بس كده لا ده أنت في البنية التحتية الداخلية المصرية مش بس يعني صممتها لتكون بنية محلية لدخل المصري لا وأنت تصمم هذه البنية التحتية المصرية وضعت في الأزهان أيضا القرى الأفريقية عشان كده نتكلم عن طريق كهيرة كيبتاون وامتداد الطرق المصرية والبنية اللوجستية إلى القرى الأفريقية بنتكلم على المحور الملاحي سكندرية فيكتوريا بنتكلم على الربط السككي مع دول الأدوار بضبط أنا عايزة أسأل بقى أحدك في النقطة دي إحنا يمكننا تكلمنا عن الدبلوماسية ومن الدبلوماسية إلى الاقتصاد النهاردة يعني قد إيه مهم التعاون الاقتصادي ما بين دول زي طبعا مصر وأنجولا وزامبيا والمزنبيق يعني هل النهاردة بنتكلم على تأثير اقتصادي في هذه الجولة؟ بالتأكيد خاصة أن هذه الدول بتعتمد بشكل أساسي على أيضا الطاقة التقليدية كأحد يعني مقاومات الناتج المحلي الخاص بيها وهذه الدول أيضا تطمح الآن للاعتماد على الطاقة النظيفة وبالتالي مصر أيضا لديها خبرات في هذا المجال خصوصا ما يعني خاضت في مصر من أشواط كبيرة جدا في مجال الهيدروجين الأخضر في مجال طاقة الشمسية طاقة الرياح مصر الآن بتنتج 20% منطقتها الكهربائية فعلا من هذه الطاقة النظيفة وبالتالي أيضا نقل هذه الخبرات إلى هذه الدول مهمة جدا وبالتالي أنا أعتقد أن تعزيز التبادل التجاري ما بين هذه الدول وأحداث نوع من أنواع التكامل في نقل الخبرات سواء في مجال التصنيع أو في مجال التجارة البينية واللوجستيات والرقمنة وغيرها من الأمور وهي أيضا أهداف الكوميسة التي هذه الدول أيضا أعضاء فيها كلها أمور مهمة جدا أنا أعتقد أن مجالات التعاون كبيرة جدا وهنا مش بس مهمة الحكومة المصرية هنا أيضا يجب أن يكون المجتمع المدني ورجال أعمال المصريين والمستثمرين المصريين شركاء مع الحكومة المصرية في إحداث طفرة في مجال التعاون والاقتصادي بالتحديد عشان كده بنجد القادة السياسية المصرية تدعم أيضا وجود الشركات المصرية كشريك تنمي في هذه الدولة سيد كمال معروف أن القرى الأفريقية هي قارة الموارد الطبيعية وقارة كل ما تحتاج الصناعة العالمية الآن تتجه أنظار الأقطاب الصناعية الكبرى إلى القرى الأفريقية أعتبرها قارة الموارد كيف تكون مصر طرف هذه المعادلة وخصوصا أن مصر تخته خطوات في صناعات ربما أوروبا بتتسابق لها زي الهيدروجين الأخضر وبتخته خطوات قوية جدا في مجال الطاقة يمكن بالفعل فكرة توطين التصنيع مهم للغاية في الداخل الأفريقي لأنك بتمتلك كل مقاومات أن تكون مصنع ومصنع كبير في العالم يعني أنت لديك الموارد الطبيعية بكثرة ومتنوعة ولديك كافة الموارد الطبيعية اللي محتاجها أي صناعة ده رقم واحد رقم اثنين تتكلم على يعني معظم سكان القرى الأفريقية من الشباب إذن أنت تمتلك أيضا القدرة البشرية والقوة العاملة بحجم ضخم جدا وبكفاءة عالية أيضا هذه القدرة العاملة هي قدرة ليست مكلفة يعني العمالة الأفريقية تعتبر من أرخص العملات في العالم وبالتالي أيضا أحد الحوافز المهمة جدا للتصنيع أيضا اللوجستيات أنت قارة لديك موقع جغرافي في غاية التميز سواء من خلال المحطات أو البحر الأبيض أو البحر المتوسط وبالتالي لديك نوافذ بحرية مهمة للغاية وتتوسط العالم ما ينقسك حتى تستطيع أن تحقق هذه الطفرة التصنيعية وتتوقف بقى عن فكرة تصدير المواد الخام في شكلها الأولي وتعطي هذه المواد الخام قيمة مضافة مصر في الحقيقة خضت تجربة بنشوف يعني زي مصر حولت الكثير من مواردها الطبيعية إلى صناعات حقيقية حتى الغاز نفسه دخل في صناعات البتروكامويات بنشوف الرمال البيضاء الرمال السوداء الأمونيا الخضراء وغيرها من الموارد الطبيعية التي أصبحت الدولة المصرية بتعطيها الآن قيمة مضافة هذه التجربة من الممكن نقلها بالفعل للقارة الأفريقية كنموذج أفريقي وهنا أتذكر حديث السيد الرئيس في المؤتمر الطبي الثاني للقارة الأفريقية حينما تحدث الرئيس أننا ظروفنا متشابهة أننا نشبه أو نتشابه مع بعضنا في كافة الظروف وبالتالي التجربة المصرية صالحة أن تطبق أو يتم الاستعانة بها في أي من الدول الأفريقية لأنها هي الظروف تقريبا وبالتالي أنا أعتقد أن نقل الخبرات هو السبيل ما بين الدول التي استطاعت أن تحقق طفرة في المجال التصنيعي زي مصر وغيرها من الدول الأفريقية الأخرى زي رواندا أو جنوب أفريقيا ونقل هذه الخبرات والعامل الآخر ما يتعلق بيه اللوجستيات وإيجاد بنية تحتية قارية لأن نحتاج عشان كده مصر زي ما كنا نتكلم في الأول ساعة لإيجاد القاهرة كيبتاون، اسكندرية، فيكتوريا، الربط السيككي، الربط الكهربائي عشان أنت من غير بنية تحتية لا علاقة بالنقل سواء البري أو البحري أو الجوي مش هتقدر أيضا تستطيع أن تنقل هذه المواد الخام لأيضا حتى الدول المصنعة ما يمكن أن تحدثه القارة الآن لسهولة الذهاب إلى فكرة توطين التصنيع أن تمر هذه المواد الخام مثلا من الدول التي تستخرجها إلى الدول التي تستطيع التصنيع حتى نستطيع أن نصدر أو نزيد من حجم الصدرات الصناعية للقارة الأفريقية لكن حتى الآن مازال حجم التبادل التجاري ما بين دول القارة متواضع نتكلم عن التجارة البينية داخل القارة الأفريقية لا تتعدى 30% مع أننا ممكن نعمل بقى يعني خلينا نقول التبادل التجاري مهم جدا جدا لأن كل دولة من الدول الأفريقية تتميز بحاجة معينة أو بميزة معينة أو بمنتج معين هي يعني وزي ما حالك قلت غنية جدا نحن نتكلم على الدولة زي جنوب أفريقيا مثلا يعني مليئة بالدهب والألماظ ومناجم والحاجات ذي كلها وطبعا ده موجود بكافة الدول الأفريقية يعني يوجد في كل دولة مميزة في منتج معين فالتعاون التجاري ده مهم جدا جدا وليه بعد خلينا أقول كمان سياسي مهم للاعتزاز بالهوية الأفريقية كمان حابة حركة الكلمة عن نقطة دي بالتأكيد يمكن أحد مبادرات حتى الكوميسة ونحن الآن بصدد الكوميسة هي صنعة في الكوميسة وبالتالي نحن نتحدث عن هدف مهم جدا أن نجد منتج أفريقي الصنع من خلال تعاون بعض الدول الأفريقية من خلال هذا التكامل هذا حلم مهم جدا أنا أعتقد أن الدولة المصرية الآن بتخطو بالقرر الأفريقية نحو تحقيقه سواء من خلال رئاستها للكوميسة خلال العام والنصف الماضيين أو من خلال يعني تعزيز علاقاتها مع مختلف التكتولات الاقتصادية الأخرى والعمل بشكل سنائي أو بشكل قاري وبالتالي أنا أعتقد أن ده هدف مهم جدا أيضا عشان كنا نتكلم على العامل الدعمة للتصنيع والتجارة أيضا الاستقرار مهم يجب أن تدرك شعوب القرر الأفريقية الآن أن تعزيز الاستقرار الداخلي أحد من قومات أيضا تعزيز هذه الملفات كلها اللي احنا كلمنا عليها خصوصا أن القرار الأفريقية الآن للأسف بتستقبل موجة جديدة من يعني ظاهرة الإرهاب وهذا خطر كبير جدا بيواجه منطقة مثلا السحل والصحراء ومصر أيضا كانت مدركة لهذه المخاطر عشان كده استضافت مركز تدريب والسحل والصحراء لمجابهة الإرهاب مثلا وبالتالي نحن أمام مجموعة من العوامل يجب أن تتوفر هناك يعني إرادة سياسية زي ما تحدثنا لإيجاد الكثير من هذه العوامل ولكن أيضا يجب علينا أن كشعوب أهنة أفريقية وكمواطنين أفريق أن ندرك أننا لدينا رفاية الوقت يجب علينا أن نستغل هذه الإرادة السياسية المتوفرة الآن ما بين القادة والشعوب الأفريقية نفسها تحفز على مزينة وده مهم جدا أننا لدينا دور كشعوب أفريقية كل شكر لك الكاتب بالصحة في جمال رائف على وجودك معنا ومشكرك يا فنم على قراءتك الوافية شكرا لك شكرا لك